منا يعني عارفة أنا ببقى سعيدة لما بشوف كده أولا نوشك زي الأمر جميلة مشرقة فأقولي لي يعني فكرة أن أنت زي ما بنقول أنتم قادرون باختلاف يعني عندكم من القدرة الرياضية والروح والطاقة الإيجابية إيه اللي دخلك أولا الرياضة اللي أنت بيتمارسيها صعبة وعايزة دقة وصلت لها إزاي سريعا أنا أولا أنا تولدت مبصرة أنا مش مولودة كفيفة أنا عارفة ولنظر قل بالتدريج لغاية ما تخرجت من الجمع أنا كنت مبصرة عادي وبعد كده نظري لما بقيت كفيفة خالص بقى أنا تعلمت حاجات كتير قوي بعد ما بقيت كفيفة ما كنتش عارفها وأنا مبصرة يعني تعلمت تصوير وأنا كفيفة تعلمت الكس والسهم تعلمت فروسية بقى عندك تحدي أكتر يا منا؟ طبعا جميل جدا يعني الحمد لله وإخوتي كمان عطول بيشجعوني لحاجة زي كده لأن أنا كنت مبصرة فكنت وصيهم بنعمل كل حاجة فأنا لما بقيت كفيفة اللي هو لا أنا عايزة أعمل أكتر من اللي كنت بعمل ويقول لي اعملي وإحنا معيك وإحنا هنضوع لك على اللي أنت عايزة أنا شايفة بصوا تفرجوا على منا أنا شايفة منا وهي بترمي القص والسهم يعني بجد يعني حاجة حاجة بديعة ولبسك حلوة قوي على فكرة حاجة حاجة بديعة قوي يعني والدقة دي إزاي لأن أنت برضو بتعملي حاجة لازم يكون فيها دقة ده بالإحساس ولا بقوة الإيد يعني كله بيجي بالتمرين يعني أنا النهاردة كده بقالي سنتين بالضبط سنتين بتلعبي او او حققتي أرقام الحمد لله أنا واخده باخد على طول مركز أول لأننا الكفيفة المصرية العربية الأفريقية الوحيدة اللي بلعب كسوسهم مصرية عربية أفريقية بتروحي في البطولات العربية والأفريقية وطبعا العالمية أكيد لو فيه هو فيه بطولة في إنجلترا في أغسطس جايب إذن الله دي أول بطولة دولية هطلعها إن شاء الله مستنيين الموافقة عليها فربنا يسر الحل أنا يعني نفسي جدا البطولة دي بالذات يعني أرجع بمدالية ذهبية زي ما أنا متعودة في مصر أجيب مدالية ذهبية أنا نفسي جدا في البطولة دي إن شاء الله أطلع بمدالية ذهبية إن شاء الله أكيد أنا أنا شايفة وانتي قاعدة بتتدربي تدريب صعب بس أدري أن أنت بجد تحقق نجاح ده الحمد لله أكيد